موسيقى مقتل سيدة فلسطينية حامل وطفلتها بغارة اسرائيلية في غزة تركيا تبدأ بتشريع ضحاياها بعد اكبر هجوم دموي في تاريخها مواجهات في استراليا بين جماعات مؤيدة لبناء مسجد واخرى معارضة نشرة الاخبار من فوكس اكاديمي نبدأها من اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية حيث قتلت سيدتان فلسطينيتان وطفلة في عمليتين مفصيلتين على يد القوات الاسرائيلية في التفاصيل قتلت امرأة قرب مستوطنة معالية ادوميم بعد انفجار عبوى ناسفة قالت الشرطة الاسرائيلية انها كانت تحاول تفجيرها بحافلة اسرائيلية وقبل ذلك بساعات قتلت سيدة حامل في شهرها الخامس مع ابنتها البالغ من العمر ثلاث سنوات في غارة اسرائيلية على منزلها ليلا واصيب في الغارة ابنها البالغ من العمر خمس سنوات وشخص اخر وبررت اسرائيل قصفها للمنزل ليلا بانها كانت تستهدف موقعا لحماس ردا على سواريخ اطلقت باتجاه عسقلان بدأت تركيا تشيع فحايا الهجوم الاكثر دموية في تاريخها الذي اوقع امس خمسة وتسعين قتيلا خلال تظاهرة من اجل السلام في انقرة واعلنت ايضا الحداد الوطني لمدة ثلاثة ايام وفي غياب اي تبنن للاعتداء وجه رئيس الحكومة احمد داود اوغلو اصابع الاتهام الى ثلاثة اطراف قال انها قد تكون مسؤولة على الاعتداء هي داعش وحزب العمال الكردستاني وجبها ثورية لتحرير الشعب اليسارية وفي المقابل اتهم زعيم المعارضة صلاح الدين ديمرتاش الحكومة بالمسئولية عن الهجوم ووصفها بانها تحولت الى مافيا واعرب العديد من رؤساء الدول في العالم عن تضامنهم مع الشعب ورفضهم للارهاب في استراليا وقعت مواجهات بين مئات من انصار احزاب يمينية متطرفة مناهضة للاسلام واخرين مؤيدين لليسار كانوا يدافعون عن تشييد جامع في بلدة الريفية بمدينة سيدني والقت الشرطة القبض على اربعة اشخاص اطلقت صراحهم فيما بعد واتهم رئيس الجالية المسلمة في استراليا محمد البرزاني بلدية سيدني بالتحريض ضد المسلمين من خلال قرارات اتخذتها قال انها تعتبر تمييزا ضدهم وتأتي هذه المواجهات بعد حوالي اسبوع على قتل شاب مسلم لشرطين اثناء مغادرته لمقر عمله في المنطقة نفسها نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الايطالية تلقي القبض على انتونيو لوبيني بعد اربعة عشر عاما من فراره اهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الايطالية من القاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد ان ظل هاربا لمدة اربعة عشر عاما واعتقلت الشرطة المتهم انتونيو لوبيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا السقلية في نابولي لوبيني الذي يريد اسمه في قائمة تضم ثلاثين من زعماء العصابات المطلوبين في ايطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي وكان مطلوبا منذ عام الف وتسعمائة وستة وتسعين عندما اصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله سجلت اول اصابة بمرض انفلوانز الطيور في اقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام الفين وثلاثة وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الاقليم تبلغ من العمر تسعة وخمسين عاما وافاد مسؤولون صحيون بان حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليلا من عودتها من زيارة للريف الصيني واعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب الى الدرجة الخطيرة مما يعني ان هناك احتمالا بتفشي المرض في الختام تذكير باهم العناوين مقتل سيدة فلسطينية حامل وطفلتها بغارة اسرائيلية في غزة تركيا تبدأ بتشريع ذحياها بعد اكبر هجوم دموي في تاريخها مواجهات في استراليا بين جماعات مؤيدة لبناء مسجد واخرى معارضة بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية نشرتنا للمزيد من الاخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv شكرا للمتابعة والى اللقاء